اضافة شلي ون على الانتركم رح تقدمنا العديد من المزايا ومن احد هاي المزايا انه احنا ممكن نفتح الانتركم من خلال الساعات الذكية كل هذا باقل من 15 دولار تابعونا السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم موضوع جديد اليوم رح نحكي عن كيف رح نربط شلي ون على قفل الانتركم والالية اللي رح نحكي عنها اليوم تصلح في اي حالة من الاحوال كنت ساكني بعمارة كنت ساكني ببيت مستقل شلي ون تركب معانا بكل سهولة وزي دايما لازم نفهم قلية عمل القفل عشان نعرف كيف رح نركب عليه شلي ون اول اشي القفل بحتاج طبعا كربط القفل دائما بتكون 12 فولت او 24 فولت بحتاج يكون واصله ناقص وزائد بغض النظر عن قلية الانتركم وعمل الانتركم كاملة احنا اللي بدنا نفهمه انه بوصله زائد وناقص طبعا الزائد بيكون مقطوع والكبسة الهدف فينها انها توصل للسلك المقطوع عشان توصل الكهرباء للقفل ويفتح فالانتركم سماعة الانتركم بالعادة بيكون فيها كبسة بنكبسها عشان او بنضغط عليها عشان نوصل الكهرباء للقفل عشان المداخل هدول معزولين تماما عن باقي المداخل الاخرى اللي هي الـ SW والـ L والـ N يعني ايش ما كان فيه هنا عندنا كهرباء الكراج مدخل الكراج الاوتوماتيكي او حتى على بي سي كمبيوتر بدي انا اشغل هذا الكمبيوتر من التليفون فهذا الحكيب يسمح لي اني استخدم شلي 1 بهذا المجال فكرة التركيب راح تكون ان احنا راح نوصل السلك على الـ 1 وعلى الزيرو وهدول السلكين راح نوصل واحد قبل الزر الموجود عندنا بالانتركم وواحد بعد الزر الموجود عندنا بالانتركم بهذا الشكل يعني بمعنى اخر احنا اللي راح نخلي الشي اللي تسويه انها هي راح تضغط الزر بشكل مش مباشر بهذه الطريقة يعني خليني تخيل ان احنا خلينا شلي تعمل هاي الحركة وصلنا هدول القطبين ببعض وفتح معانا الانتركم يعني احنا الفكرة من التركيب شلي ان هي راح توصل راح تضغط الكبسة بشكل غير مباشر بدون ما تعطي اي كهربا او اي فولتية على الانتركم الموجود عندنا هي بس وظيفتها انها هي راح تضغط هذا الزر عن طريق الرليا الموجود فيها خلينا نركبها ونشوف زي ما احنا شايفين هون انا وصلت الـ 1 و 0 قبل وبعد الكبسة زي ما حكينا في بداية الفيديو هلأ علينا نوصل لها اللي هي الكهربا طبعا راح نوصل لها 220 فولت ما في اي مشكلة لانه زي ما حكينا فانا بقدر اوصل اي كهربا بدي اياها تغذي شلي بغض النظر عن الكهربا اللي طالع من بغض النظر عن الـ 0 والـ 1 زي ما حكينا هم ما بوصل لهم ابدا كهربا حتى اللي ساكن بعمارة ما راح يتأثر الانتركم تبع العمارة ولا راح يتغير قلية عمله هي فقط احنا ضفنا الذكاء على الانتركم واضفنا خاصية التحكم فيه عن طريق الهاتف او عن طريق المساعدات الشخصية مثل امازون و جوجل حتى عن طريق الساعات مثل ابل وساعات سامسونج فهيك قلية العمل صارت جاهزة عنا ضل علينا نشغل ونجرب وفي اعداد راح نعمله داخل التطبيق من داخل التطبيق زي ما احنا شايفين سمينا الجهاز انتركم راح ندخل عليه الاعداد الوحيد اللي راح نعمله راح نحط Auto Off Timer فرح نفوت على التايمر راح نحط Auto Off راح نحط طبعا نص ثانية فقط اذا احتاج الباب مدة اطول ممكن يزيدها لثانية حسب اللزوم لثانية ونص حسب اللزوم كل واحد بجرب عنده بيشوف شو الانسب لالو بزيد المدة اللي بحتاجه الباب عشان يفتح ونعمل Save وهيك بيكون عنا الجهاز صار جاهز فقط علينا انه نضغط هو لحاله بفتح الباب وبعمل Off Automatic مباشرة فمنكون احنا شغالين على الزر وعلى التطبيق وطبعا نقدر نضيف الساعات منقدر نضيف ساعة سامسونج مثلا عن طريق تطبيق SmartThink زي ما شرحنا في فيديو سابق طبعا رح اتركلكم رابط الفيديو في الاعلى وطبعا طريق التركيب شيلي رح اتركلكم اياها كمان شرحنا عنها فيديوهات عديدة في القناة عندنا موجود عنها اكتر من فيديو رح اتركلكم اكتر الروابط في صندوق الوصف وطبعا وين تشتروا شيلي ون واجهزة شيلي رح اتركلكم اياها في صندوق الوصف ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة